أهلاً ومرحباً بالجميع قصة الدكتور مايكل آين هذه الصورة لجراح العظام الشهير مايكل آين يحتفظ في أوراقه الخاصة بعشرين رسالة رفض تلقيها من كليات طب مختلفة كان يقدم لها والرد دائماً كان يكتب في أسفله قزم والطول مية خمسة وعشرين سنتيمتر تعرض في طفولته لكل أنواع التنمر والتمييز بسبب ما ولد به من خلل في بناء العظم يسمى نقص التعظم الغضروفي كل ذلك لم يدفعه ليستسلم ويكون كومبارساً عابراً في فيلم من الأفلام الكوميدية ولا مصيراً للشفقة يجمع الطبر رعاطي في إحدى الشوارع الجانبية أو مقتئباً يعيش على المهدئات بل حدد قدراته وزكائه وسبت هدفه وقرر العيش طبيعاً بل والنجاح في مجال متعلق بمشكلته العظمية فأصر على إتمام حلمه وخطته حتى أنهى من كلية الطب ثم أتم إختصاصه في جراحة العظام وأصبح أحد ألمى الجراحين في قسم الأطفال في مستشفى جون هوبكينز الشهيرة الإبداع لا حدود له ولا يعرف المعوقات شكراً وإلى اللقاء